اشتركوا في القناة 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 الأسبوعية نتع درعالوش ليه هو باش الناس باش تجرب الفلاح يوصل بضعة وتعرفوا درعالوش هي مطمورة بتع فلاح من البطاطا من الفلفل من الطماطم وعندها فات لاثة مؤسسات لاثة مؤسسات من من المعامل التصنيع مطمئنة تحويل الطماطم ولذا نحبه إن شاء الله السوق اللي تع درعالوش نعاوده نحسنها ونعاوده نبنيها ونأطره كالناس اللي موجودين على حافة طريق كالخضارة كالجزارة الكل اللي ندخلون في وسط المرشي ونأطرهم الناس باش يكون يا ذايا كل يرجع للبلاد ما نفعل بلدية خاطر البلدية يزمها معناها حاجات باش كما نقوله باش تدخل مدخيل للبلدية درعالوش باش تنجم هي باش تتعمل كياسات وباش تفعلوا من نظافة من جميع وما يزمها تكون عندها مدخيل بلغة أخر ومعناها هو النقطة الأساسية هو السوق قضائق قلنا الأسبوعين نحبه إن شاء الله نحسنه عنا بعض الطرقات وقلنا تحدثنا على السوق عنا إن شاء الله عنا جمعية بتدرعالوش جمعية رياضية بالنجوم الرياضية بتدرعالوش زادة نشكروا الناس ذوما لأسه من عام سبعة وثمانين واحد وثلاثين سنة عنده ومش لاقيا حظ نشكروا كل من سي محمد بن حمادي الشريف والمرحوم سي نوردين بن حسن الجاب سي مؤسسين هذه الجمعية الناس تعبوا وأسواها ولكن إلى يومنا هذا الصغيراتنا تلعب في التراب باش نحاولوا بإذن ربي مع المؤسسات المعنية مثالك وزارة شباب والتفولة باش تعاوننا ومنعملوا قاعة مغطاة لصغيراتنا اللي قاعدين بتعيشين سويق تجي نار تقص مطر ولا رياح ولا كذلك ما تلقاش حتى باش تلعب وعننا جمعية سمحة من جمعية بتاع نجوم رياضية وعننا جمعية زادة بتاع ألعب قوة زادة إن شاء الله نحب نقطر وضع كل شيء وإن شاء الله تكون الإدارة معناها المؤسسات كم وزارة شباب والتفولة تتجاوب معنا في الموضوع ونفعلوا المشروع عضايا هي اللي هي حلم لك شباب دار علوش صغيرات أذوكم وإن شاء الله ربي قدر الخير فيها وبيحاول الله نسعاه في الشيء ذي بالنسبة زادة عنا حاجة أخرى في التجيع المستثمرين على الانتصاب خاصة أننا نحن دار علوش الشاطئ متاحها معروف كيما قليبيا كيما حمل الغزاز كيما الهورية الشاطئ من المشواطئ الممتازة موجودة في شيرتنا في الوطن القبلي نحاولو بيقدر تربي الانتصاب الناس هذه تجي تستثمر في أمور السياحة باش تكثر من اليد العاملة من التشغيل من جميعهم معناها باش عنا تعرف بطالة موجودة في الشباب بش هيد عليا كبيرة في دار علوش يجبنا إن شاء الله نحاولو كيفاش نجيبو نسعاهو باش نجيبو المستثمرين هذهم وعنا تبارك الله كيما موجود الغابات موجودة معنا نحبه ونعمله سياحة بيئية بإذن الله مع التعاون مع الوزارة الفلاحة مع الإدارة الغابات نحبه نعمله معناها حاجة كي نقوله مش موجودة في تونس بكثرة نحبه نوفره منها مثال كيما دار علوش مثال كيما الرياض ولا حارة شعراء جدا الغابة موجودة فها بزيد نجيبو نعمله منقه نهيئو منقه للمثال تهي ندخلوها باش الناس تحب الغابة نعمله مسالك نتع الناس تحب الدور في وسط الغابة نعمله لإنسعاحية إن شاء الله بحول الله نسعاه وديما نقوله منعطيوش وعود لراهي باش غدوة كان عايشنا باش ردوها معناها جنة فوق الأرض راهي تونس تبنيت بورقيبة علمنا حب البلاد هذه يزرع فينا حب البلاد هذه نحبه نشاء قرانا وكل شي نحبه نوصلها بإذن الله نبنيوها حجرة حجرة كما بنانا هو تونس وقرانا ورانا وشفنا وصلنا لأعلى المرات بإذن الله ديما التونسي رأوا في المشاكل هذه الكل ترى التونسي ديما عنده تفائل عمره ما تلقاها مثال متشائم لا ولا ولا ديما متفائل وإن شاء الله بقدرة ربي نوين الخير اللي تدار على اللوش وزاد برجالها بنساها بكل شباب متاحها باش نتعاونوا ومشيد واحدة بالسفق الناس كل نضافروا مبعضنا باش نبنيوها البلاد هذه ودرعلوش عندها مستقبل كبير حكمها موجودها على التشارية الساحل ومو حكمها زادة موجودة على طريق رئيسي اللي هو رابط بابين قليبيا الهوارية معناها برك الله وعنا الأثار كركوان نسيت ما حكيت لكش علىها أثار كركوان إن شاء الله معناها ملسية زادة مثال كما الطريق متاحها مثمانينات من اللي تتكيس اليوم هنا هذا ما صار فيه شي إن شاء الله السلطة هي الوزارة السياحة المعنية بالشي هذا باش نسعاوا باش نحكيوا معاهم باش نحاولوا هذه المنطقة السياحية اللي معروفة في كامل العالم مثال خاصة كركوان معروفة في ألمانيا بالكدير السياح كانوا قبل لي جيوها اليوم اليوم يجبنا نسعاوا نحبوا نحصنوا الطريق متاحها نعملوا نوين على برنامج إن شاء الله من كركوان حتى إلى عند قردوش باش نحبوا نعملوا كورنيش بجهود بتاع البلدية وبجهود إن شاء الله نحبوا تضافر معانا الوزارات كما وزارة السياحة ووزارة تجهيز يتعاوننا في الموضوع اللي هي اللي باش تخلقنا برشة فرص للشباب باش تخلق برشة فرص تشغيل وإن شاء الله معنا نقودك بالنسبة الكركوان هي مدينة سياحية مدينة أثرية ومعروفة معناها من قبل إن شاء الله نسععوا باش نخدموا عليه وننطوروا للطرق متاحة الطريق متاحة وكما قد لك عنا برنامج من كركوان إلى عند قردوش باش نعملوا إن شاء الله طريق على شريط الساحلي يربط الشطة درعلوش الكل باش نوفروا مثال إن شاء الله اللي باش يكون يجي من داخل درعلوش سواء من الرياضة ولو حارة الشعرة ولا من أزمور ولا من كل المعتمديات اللي دائرة بنا باش يجيوا للشطم تعنا وتعرف درعلوش تبارك الله تعرفت التو كان نحكي لك بعد الثورة ولا تبارك الله من جميع من كامل ترابة التونسية يجيوا لخاطر شعبها معناه بلادنا تفرح بالضيف معناه تلقى مثال يجي أي مواطن من تونس من قصري من قفصة من كامل جمهورية معناه يجي يتأقلم في البلاد هذي بتأقلم باش بالحب الناس اللي معناه تحبوا في البلاد معناه من جميعهم معناه كنقولوا المواطن متع درعلوش يفرح بالضيف اللي يخلى معناه تبارك الله تاو درعلوش يقولك 70-80% في البني موجود على الشاطئ في درعلوش كلهم ناس معناه مش من أهالي درعلوش من جميع كامل جمهورية وإن شاء الله ربي يجيب في السواب مزالة عنها إن شاء الله حاجة أخرى مثال كيمة كيمة الرياض قلنا وحارت شعراء فيها مشاكل كبيرة مثال كيمة الحارت شعراء عندها طريق الرئيس يمتاحها اليوم الميزانية مصبوبة من 2017 عن طريق مجلس الجهب كانت تابعة طبعا مجلس الجهب اليومنا هذا ما تفعلش نطلبوا مصولات باش تفعل على باش يتخدم الطريقة ضاية الفلوس مصبوبة 650 ألف دينار عندها تاو براس كعام مصبوبة وما تفعلش الناس كانت تمشي على رجليك ما تجمش طريق في حالة لا يرثلها وبالنسبة فما مشاريع أخرى كما الماء الصنات اليومنا هذا 2018 فما أحياة في الرياض وفي حارة شعراء اليومنا هذا الماء التوما تخلي الهمش الناس تستعمل بسطل تمشي تكره في الماء معنا تصور معناها أنا سمشيت في حام في الرياض شيء أسف معناها وما صبوبة الفلو الزاد واليومنا هذا ما تفعلش معناها مسكينة مرة تجيب على أقل شيء يجي كيلو متر باش تمشي تجيب الماء معناها معيب معناها والماء بعيدة اليوم مية متر والفلوس مصبوبة وعليش ما يتفعلش معناها نورمال ما يزمو أظمها الأولويات الأولويات من مثال في وصلنا في قرن واحد وعشرين اليومنا هذا معناها الناس تستعمل بسطل وتجيب في الماء علاش هو كي هو الفلوس مصبوبة ما يتفعلش المشاريع زوزحهم موجودين في الرياض وفي حرد شعراء واضح عندك شي نقاط أخرين سيمهدي تحب تحكي عليهم موجودين في البرنامج متاعكم والله النقاط كما قلنا لا إله لله عننا نظر في التوسيع إن شاء الله مثال التهيئة في درع اللوش وفي الرياض وفي حرد شعراء وكركوين عننا إن شاء الله برنامج نحب نوسعه للمثال التهيئة متاعنا وتعرف بعد الثورة صارت برشة بنائات فوضوية إن شاء الله نحب زد أذيك البنائات اللي صارت نحب نسويهم وضعياتهم في الإطار القانون باش الناس كل باش تكون معناه معناه يزمنا نسوي الموضعياتهم معناه ما فيو الشك ونحاولو باش نزيدو نوسعو ونعملو مثال التهيئة في كل بلاسة وباش ما عاش يصير البناء الفوضوي معناه نجيو في كل منطقة سواء كركوين ولا الدرع اللوش ولا الرياض ولا حرد شعراء نخصو منطقة للبناء للناس وتكون في معناها في إطار الموجود كل شي ونحب ونعملو باش نعملو مثال واحدة منطقة صناعية بإذن الله باش يكونوا المستثمرين يدخلوا لبلاد درع اللوش باش نزيدو نوفروا معناه للشغل المواطنيين وإن شاء الله اللي فيه الخير رب يسهل فيه البلاد هاي دونك ما زلتنا تقيقة تقيقة ودوس لكن تعطينا معناها انجنغال لشنو تحب تقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توافي درع اللوش متساكني مدينة درع اللوش والله نقول المتساكنين درع اللوش انتفاقلوا خير فيكم ومعا ويزمكم إن شاء الله تخرجوا باش تنتخبوا راهي هذه فرصتكم فرصة لبلاد هذه تونس كاملة نجزمنا نوصل للشعب وخاصة منطقة درع اللوش والرياض وحرسو عراء وكركوين يخرجوا وينتخبوا وهما عندهم الخيار في كما قلوه في ولاد بلادهم وللأجدر إن شاء الله يفوز في الانتخابات هذه نقوله اعتيك صحة مهدي الشريف كافة الكلماليك اشتركوا في القناة